السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم فهم الفكرة. ابدأ تسجيل البودكاست. دعونا أولا نتعرف ما هو البودكاست. ببساطة هو عبارة عن ملف صوتي رقمي يمكن للأشخاص تنزيله على جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول للاستماع إليه. إنه تسجيل للمناقشة الصوتية حول أي موضوع محدد مثل التكنولوجيا أو الصفر ويمكن الاستماع إليه. أفضل شيء في البودكاست هو أنه لا يتطلب انتباه المستمعين مثل مقطع فيديو أو منشور مدونة. يمكن الاستماع إليها أثناء التنقل إلى المكتب مثلا أو حتى أثناء العمل. لماذا تختار البث الصوتي؟ وفقا للبحث استمع 42 مليون أمريكي إلى البودكاست كل أسبوع في عام 2017. ويتزيد هذا العدد بإطراض كل عام. لأصحاب الأعمال والمسوقين توفر البودكاست طريقة ممتازة للتواصل مع الجمهور المستهدف والعملاء المحتملين. عندما يسمع الناس أنك تتحدث واحدا لواحد فإن الناس يتواصلون معك بشكل أكثر ويمكن أن يساعدك البث الصوتي أيضا في بناء صمعة من الصفر ووضع نفسك كسلطة في مكانتك. أطلقت ميك برونسون وهي تعمل من المنزل ومدونة بودكاست فاميلي برينر في عام 2018. ومنذ ذلك الحين ساعدها على مضاعفة إرادات أعمالها. ذكر حسن عثمان من الكاتب على الجانب أن مبيعات كتبه تضاعفت ثلاث مرات منذ إطلاق البودكاست الخاص به. هناك العديد من الأمثلة حيث سترى أن الناس قد استخدموا إمكانات البودكاست لزيادة إرادات أعمالهم. ويمكنك أيضا أن تصبح واحدا منهم. لمن يناسب هذا المجال؟ إذا كنت تحب التحدث ويمكنك مشاركة معرفتك تماما أثناء التحدث فإن البث الصوتي يناسبك. ما هي المهارات التي سوف تحتاجها؟ يتعلق البث الصوتي بالتحدث إلى الجمهور بطريقة جذابة. ستحتاج إلى تعلم مهارة التحدث إلى جمهورك بطريقة جذابة أثناء مشاركة معرفتك. كم ستحتاج من المال للاستثمار؟ ستحتاج إلى معظم الاستثمار لشراء مستلزمات البث الصوتي إذا لم يكن لديك بالفعل. ستحتاج إلى جهاز كومبيوتر وتسجيل صوتي وبرنامج تحرير ومايكروفون وسماعة رأس بالحد الأدنى. إذا كان لديك جهاز كومبيوتر بالفعل فإن الحصول على أشياء أخرى سيتكلف ما بين 300 دولار كحد أدنى إلى 1200 دولار كحد أقصى. كم من الوقت مطلوب للبدء؟ على الرغم من كونها أسهل إلا أن البث الصوتي لا يزال يتطلب وقتا. ستحتاج إلى وقت للتحضير والتعامل مع الكلمات المنطوقة بشكل خاطئ أو الجمل الخاطئة والتحرير وما بعد الإنتاج وما إلى ذلك. يحقق منشئ البودكاست الجيدون نسبة أربع دقائق من العمل لكل دقيقة من المحتوى. هذا يعني أن البودكاست مدته 15 دقيقة قد يستغرق ما يصل إلى ساعة. لكن الوقت المطلوب عمليا سيختلف بشكل كبير حسب تجربتك وخبراتك. إليك بعض النصائح المفيدة. اختر مجال البودكاست الذي يناسبك. تحصل ملفات البودكاست التي تركز على المجالات المتخصصة في النهاية على عدد متابعين أكثر بكثير من أولئك الذين لا يفعلون ذلك. هذا لأنه عندما تقوم بتغطية مكانة معينة يمكنك تقديم نفسك أو علامتك التجارية كسلطة. على سبيل المثال، إذا كنت تريد أن تعرف باسم عبقري التسويق عبر البريد الإلكتروني، فيمكنك بدء بث بودكاست تسويق عبر البريد الإلكتروني. مهما كان المكان الذي تقرره في النهاية، يمكنك بسهولة وضع نفسك كخبير من خلال مشاركة النصائح والتقنيات القيمة للغاية مع المستمعين. الآن دعنا نتعمق في بعض النصائح لاختيار مكان البودكاست المناسب. الخطوة الأولى، اكتب اهتماماتك وشغفك. ما هو شغفك؟ ما هي الموضوعات التي تهمك أكثر؟ ما هي الصناعة التي أنت أكثر دراية بها؟ قم بإعداد قائمة من خمسة إلى عشرة منافذ محتملة. هذه الخطوة مهمة، لأنك إذا اخترت المكان المناسب، فعاجلاً أم آجلاً، ستفقد الاهتمام بمواصلة البودكاست الخاص بك. نفذت الأفكار لمواصلة عرضك، سيكون عدم اهتمامك وقلة شغفك واضحين في عرضك. الناس مستمعون أذكياء، يمكن لمعظمنا أن يقول ما إذا كان شخص ما شغوفاً بموضوع ما أم لا. لذا، إذا كنت تريد أن ينجح البودكاست الخاص بك، فأنت بحاجة إلى تنفيذ هذه الخطوة بشكل صحيح. الخطوة الثانية، ما هي المشاكل التي يمكنك حلها؟ اكتب المشاكل التي يمكنك حلها في كل من المجالات المحتملة التي حددتها في الخطوة الأولى. يمكنك الخروج بمشاكل محتملة من أعلى رأسك. يجب أن يكون الأمر سهلاً إذا كنت تعرف الموضوع، ولكن إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الأفكار، فهناك الكثير من الموارد التي يمكنك التحقق منها عبر الإنترنت. يمكنك مثلاً الانتقال إلى كورا أو ياهو أنسورز والتحقق من نوع الأسئلة التي يطرحها الأشخاص في مجالاتك المحتملة. قم بزيارة المنتديات ومجموعات وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً. توفر هذه الأماكن الكثير من المعلومات المجانية لأي شخص يرغب في البحث. يمكنك أيضاً استخدام جوجل ساكست وأدوات الكلمات الرئيسية الأخرى لتحديد ما إذا كان الأشخاص يبحثون عن حلول لمشاكل معينة. الخطوة الثالثة اكتشف منافسيك. مهما كان المكان الذي تختاره فمن المرجح أن يكون لديك بعض المنافسة. الآن لدعي للخوف إذا كنت تريد البحث عن منافذ مشبعة أو منافسة عالية اكتشف ما يفعله الآخرون واكتشف ما إذا كان بإمكانك الخروج بزاوية خاصة بك. هذه الزاوية ستكون ميزتك. سوف تساعدك على التمييز من بين الحشود. تحقق من البودكاست الخاص بمنافسك. كم عدد المتابعين لديهم؟ ما هي الموضوعات التي يغطونها؟ هل تعتقد أنه يمكنك التفوق عليهم والقيام بعمل أفضل بكثير؟ الخطوة الرابعة. اختر المكان المناسب. مع ذلك يجب أن تعطيك المعلومات التي جمعتها في الخطوات الأولى والثالثة الآن فكرة عن مكانتك المثالية. من المحتمل أن يكون لديك حدثك يخبرك بالمكان المناسب لك مهما كان الأمر. فإن الشيء المهم الذي يجب ملاحظته هو أنه يجب أن تستمتع بالحديث عن موضوعك. خلاف ذلك فإنك تخاطر بفقدان دافعك لمواصلة البودكاست الخاص بك بعد بضعة أسابيع أو أشهر من الآن. باختصار خذ الوقت الكافي لمعرفة المكان المناسب للبودكاست الخاص بك وستزيد من فرص نجاحك لاحقا. ثاني شيء ضع علامة على نفسك لتحقيق النجاح من البداية. العلامة التجارية هي أكثر بكثير من مجرد اختيار اسم رائع للبودكاست الخاص بك أو تصميم غلاف البودكاست المثالي. العلامة التجارية هي في الأساس الطريقة التي تريد أن يعرف بها الناس البودكاست الخاص بك. قم ببناء علامتك التجارية بشكل صحيح وستجني الفوائد لفترة طويلة قادمة. حدد مهمة البودكاست ورؤيته. من الضروري تحديد مهمة البودكاست ورؤيته عندما تبدأ للتوب. ستتيح لك معرفة هذه الأشياء إن شاء النوع الصحيح من المحتوى. قبل أن نذهب إلى أبعد من ذلك دعنا نحدد ما تعنيه بيانات المهمة والرؤية. يوضح بيان مهمتك أهداف البودكاست الخاص بك وكيف تنوي تحقيق هذه الأهداف. من ناحية أخرى فإن بيان رؤيتك هو ما تريد أن يصبح البودكاست الخاص بك في المستقبل. باختصار يدور بيان مهمتك حول الحاضر. بينما يدور بيان رؤيتك حول مستقبل البودكاست الخاص بك. مع ذلك تحتاج إلى التأكد من أن كل حلقة تنشرها تتماشى مع مهمتك ورؤيتك. هذه هي الطريقة التي تبني بها علامتك التجارية. هذا ما تريد أن تشتهر به. حدد صوت البودكاست وشخصيته. أنت فريد ولا يوجد أحد مثلك. أنت لا تريد أن تبدو مثل أي شخص آخر غير نفسك. أنت علامتك التجارية الفريدة. إذن كيف تفعل ذلك؟ حسناً يمكنك البدء بالتصرف بشكل طبيعي قدر الإمكان. عندما تسجل حلقاتك تحدث كما تفعل في الحياة الواقعية. لن يفرض عليك أحد مع ذلك بناءً على جمهورك. قد ترغب في استبعاد بعض كلمات الإختيار من مفرداتك. ما لم ترغب بالطبع في أن يعرف برنامجك باسم البودكاست المليء بالألفاظ النابية في صناعة الحرف أو أي كان مكانتك. يمكنك أيضاً ابتكار شعار جذاب لعرضك. فكر في سطر شعار يمثل عرضك جيداً. كن فريداً، كن مبدعاً، اجلب صوتك وشخصيتك إلى كل حلقة من حلقاتك. الاتساق مهم. لا ينبغي أن تقتصر أنشطة علامتك التجارية على البودكاست الخاص بك. في الواقع، يجب أن تكون علامتك التجارية متسقة عبر جميع الأنظمة الأساسية التي تستخدمها. سواء كانت مدونتك أو قناتك على يوتيوب أو صفحة معجبين على فيسبوك، يجب أن تظل علامتك التجارية ثابتة. يمكنك استخدام غلاف البودكاست الخاص بك كإعلان على موقع الويب الخاص بك، أو يمكنك استخدامه كصورة ملفك الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي. النقطة المهمة هي أنك لا تريد أن يشعر الناس ببعض الانفصال عندما يجدونك على منصات أخرى. تريد أن يتعرف الناس على علامتك التجارية أينما ذهبوا. بناء مجتمع حول علامتك التجارية. يحب الناس الشعور بالانتماء إلى المجتمع؟ فإذا سبق لك أن استمعت إلى البودكاست رواد الأعمال على النار لجون لي دوماس، ستلاحظ أنه يخاطب مستمعي باسم فاير نيشن. هذه العلامة التجارية في العمل هناك. يمكنك اتباع نفس الاستراتيجية بمجرد إنشاء متابعة لطيفة للبودكاست الخاص بك. يتيح بناء مجتمع حول علامتك التجارية للمستمعين أشعور بأنهم ينتمون. أنت تبني علاقة مع جمهورك. تجعلهم يشعرون بأنهم مميزون. الآن يصبح هذا ممكنا عندما تقوم بواجبك المنزلي مقدما. أي أنك تأخذ الوقت الكافي لتعرف من هم مستمعك. عند القيام بذلك ستكون قادرا على تقديم الحلول المناسبة للأشخاص المناسبين. ثالثا خطط لحلقات البودكاست لغرض ما. إذا كنت لا تريد أن ينفد البودكاست الخاص بك فأنت بحاجة إلى قضاء بعض الوقت في التخطيط لحلقات البودكاست الخاصة بك للأسابيع والأشهر المقبلة. عندما تخطط مسبقا يمكنك الحصول على نظرة شاملة لإستراتيجية محتوى البودكاست بالكامل. يمكنك التحقق بسرعة مما كنت لا تزال على الطريق الصحيح لتحقيق مهمتك ورؤيتك أو الخروج عن الطريق بطريقة ما. إذا كان هذا هو الأخير فيمكنك إجراء التعديلات اللازمة بحيث تقع حلقاتك التالية في مكان عرضك المناسب. الالتزام هو المفتاح. على محمل الجد فإن أحد العوائق المهمة أمام نجاح العديد من البودكاست هو الافتقار إلى الالتزام. أنت لا تريد أن تكون أحد أولئك الذين يفقدون الأمل والتحفيز عند مواجهة بعض العقبات. إذا لم يكن لديك هدف محدد للبودكاست الخاص بك حسنا. ليس هناك وقت أفضل من الآن للتوصل إلى هدف. ما الذي تأمل في تحقيقه؟ هل ترغب في استخدام البودكاست الخاص بك كوسيلة تسويقية لنشر الخبر عن علامتك التجارية أم أنك تتطلع إلى تحويله إلى مصدر دخل إضافي؟ ربما تريد استخدامه كمنصة لتوليد عملاء محتملين مؤهلين تأهيلا عاليا لعملك. حدد هدفا للبودكاست الخاص بك والتزم به. بدون التزام ستكون خططك كلها هباء لذا حاول التفكير في الأمر لأن البث الصوتي ليس بالأمر السهل. هناك الكثير من العمل والتخطيط متضمن بدون العقلية الصحيحة لن يستمر البودكاست الخاص بك لفترة طويلة. تنظيم المحتوى الخاص بك فيما يلي بعض الأسليب التي تم تجربتها واختبارها لتنظيم المحتوى الخاص بك. هناك سبب يجعل التقويمات التحريرية موجودة منذ زمن طويل فهي تعمل. بالنسبة لمنشئ المحتوى مثل المدونين والناشرين وما إلى ذلك يمكن أن يعني تقويم المحتوى حرفيا الفرق بين النجاح والفشل. سواء كنت تعمل بمفردك أو مع فرق سيساعدك التقويم في تنظيم المحتوى الخاص بك وحياتك. الآن هناك الكثير من تطبيقات التقويم المختلفة التي يمكنك استخدامها سواء المجانية أو الممتازة. ومع ذلك بعد تقويم جوجل الذي يعد أحد أفضل ما يمكنك استخدامه لتنظيم محتوى عرضك الجديد. وهذا هو يمكنك أن تستخدمه. كل ما تحتاجه هو حساب جوجل ومن هناك من ليس لديه حساب. مواضيع حلقة العصف الذهني. من أجل العصف الذهني ستحتاج إلى تخصيص قدر معقول من الوقت ويفضل أن يكون بعض الهدوء لجعل عقلك يعمل. يمكنك تبادل الأفكار بمفردك أو مطالبة المضيف أو المضيفين وثريقك وحتى ضيوفك بمساعدتك. هناك العديد من تقنيات العصف الذهني التي يمكنك استخدامها. بالنسبة للعصف الذهني الجماعي يمكنك أن تطلب من كل شخص في المجموعة أن يأتي بأفكار تتعلق بموضوع معين. لجلسات العصف الذهني الفردية ستحتاج إلى الإبداع حتى تتمكن من التفكير خارج الصندوق. إذا كنت من النوع المرئي فقد يكون رسم الخرائط الذهنية هو الأسلوب المناسب لك. يمكنك إظهار العلاقات بين الأفكار المختلفة ويمكنك بعد ذلك الخروج بموضوعات يمكنك مناقشتها في عدة حلقات. مرة أخرى هذه مجرد بعض الأفكار للمساعدة في تحريك الكرة. اكتب مخططا أو نصا لكل حلقة. يستخدم بعض الأشخاص المخططات بينما يفضل البعض الآخر البرامج النصية. لا يمكنك أن تخطئ في أي من الطريقتين. سيساعدك وجود هيكل مناسب لحلقاتك على الدخول في أخدود الأشياء. سيكون من السهل عليك الانتقال من نقطة إلى أخرى ومن سؤال إلى آخر وما إلى ذلك. ستقلل من حالات الحاجة إلى وضع المايكروفون في وضع كتم الصوت حتى تتمكن من التفكير في الشيء التالي الذي ستقوله. بينما أنت حر بالتأكيد في تحرير التسجيل الخاص بك فقط اعلم أنك ستوفر الكثير من الوقت في عملية التحرير من خلال العمل على مخطط تفصيلي منظم أو نص. رابعا اطلاق البودكاست الخاص بك. إليك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها لبدء تشغيل البودكاست الخاص بك مثل سفينة السواريخ. أدلة بودكاست. أول شيء عليك القيام به هو إرسال البودكاست الخاص بك إلى أدلة مختلفة. قد يقول بعض الأشخاص أنك تحتاج فقط إلى أن تكون على iTunes أو Apple Podcast أو Google Play. ومع ذلك فإن الحقيقة هي أنه إذا كنت تريد الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص فعليك أن تكون حيث يوجد مستمعك. هذا يعني إرسال برنامجك إلى Spotify و Stitcher و TuneIn و SoundCloud والمزيد. ليس الأمر كما لو كنت ستقضي أسبوعا كاملا في القيام بذلك إنها مجرد ساعات قليلة من العمل. قد يكون عائد الاستثمار المحتمل هائلا في وقت لاحق. شبكتك الشخصية. يمكنك الترويج للبودكاست الخاص بك بعدة طرق مختلفة. لكنك لست بحاجة إلى البحث بعيدا جدا في البداية. انظر إلى شبكة عائلتك وأصدقائك وزملائك ومعارفك. تعد شبكتك الشخصية ضرورية. ليس فقط للمساعدة في نشر الخبر عن البودكاست الخاص بك. ولكن أيضا لأنها يمكن أن تكون أول من يترك تعليقات. كما تعلم نحن نعيش في عالم يحركه الاستعراض. حيث من المرجح أن يتبع الناس علامة تجارية إذا رأوا تقييمات إيجابية. لذا من فضلك خذ نفسا عميقا وابدأ في التواصل مع كل شخص في شبكتك واطلب منهم ترك مراجعة صادقة أو تقييم لبرنامجك. يحب الناس أن يتم الاعتراف بهم على أنهم خبراء. لذا إذا كنت تعرف أي شخص تعتقد أنه يمكنه إضافة قيمة إلى عرضك فتواصل معه وسأله عما إذا كان يرغب في إجراء مقابلة معه. الآن هناك كل أنواع الخبراء لدى بعض الخبراء الكثير من المتابعين بينما بدأ البعض الآخر للتو. سيكون من الأفضل مقابلة الخبراء مع قاعدة معجبين راسخة ومخلصة في هذه المرحلة في البودكاست الخاص بك. لماذا؟ لأنه إذا قام هؤلاء الخبراء بالترويج لبرنامجك لمتابعهم فمن المحتمل أن يقوموا بفحصك أيضا. قد يقرر عدد منهم متابعة عرضك إذا أعجبهم المحتوى الخاص بك. خامسا قم بتنمية جمهورك. إذا كنت ترغب في تطوير البودكاست الخاص بك بأسرع ما يمكن فإن أول شيء عليك القيام به هو أن تكون متسقا. سواء كنت تنشر حلقات أسبوعية أو نصف شهرية أو حتى يوميا. يجب أن تكون متسقا بشأنها. كلما زاد عدد الأشخاص الذين يستمعون إلى برنامجك زاد جوعهم في استهلاك المحتوى المحمل بالقيمة الخاص بك. سيتوقعون حلقاتك الجديدة في الأيام التي تتعهد بالنشر لقد قاموا بدمج الاستماع إلى برنامجك في روتينهم. على سبيل المثال، إذا قمت بنشر حلقة جديدة كل يوم إثنين فسيتوقع متابعيك ظهور حلقة جديدة على تطبيقهم المفضل يوم الإثنين. سوف يتابعون عرضك كل يوم إثنين في طريقهم إلى العمل. عاجلاً أم آجلاً ستصبح عادتهم وهذا شيء جيد لأنه يعني أن لديك متابعين مخلصين. بالنسبة للتعليقات والتقييمات مهمة. محاولة حث الناس على متابعة بودكاست بدون تقييمات أو مراجعات أو أسوأ من ذلك مراجعات سلبية. سيكون الأمر صعباً. هذا لأننا في الوقت الحاضر أصبحنا معتمدين بشدة على مراجعات الآخرين لدرجة أننا كلما رأينا شيئاً لم تتم مراجعته بعد فإننا نتردد حتى في تجربته. الشيء نفسه ينطبق على البودكاست الجديد. نادراً ما ستصادف أشخاص يستمعون عن طيب خاطر ويتبعون بودكاست جديداً دون أي دليل على أنه جيد. لذا تأكد من أن تطلب من المستمعين تقييم برنامجك أو مراجعته. عقد المسابقات إحدى أسهل الطرق لتنمية جمهورك هي إجراء مسابقة بين المستمعين. يمكن أن تكون المسابقة لعدة أشياء. يمكنك إجراء مسابقة للحصول على أفضل مراجعة. والمنشور الأكثر إبداعاً على فيسبوك. وأفضل شعار ترويجي لعرضك. وما إلى ذلك. يجب أن يتم تصميم المسابقة الخاصة بك وفقاً لما تريد تحقيقه. إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المراجعات على آيتونز فدع هذا هو هدفك. فكر في طرق تجعل المستمعين في الواقع يأخذون الوقت الكافي لمراجعة برنامجك. يجب أن تكون هباتك أو جائزتك شيئاً ذا قيمة للمستمعين لجعل الأمر يستحق وقتهم. على سبيل المثال إذا كنت تابع دورة تدريبية عبر الإنترنت فيمكنك منح الفائز حق الوصول المجاني إلى الدورة التدريبية الخاصة بك. الترويج والترويج والترويج. نعم. وفقاً للخبراء يجب أن تقضي 20 إلى 30% فقط من وقتك في إنشاء المحتوى. والباقي يجب إنفاقه على ترويج المحتوى. بصفتك صانع محتوى. فأنت تريد أن يسمع صوتك. تريد أن يستفيد جمهورك المستهدف من البودكاست. الخاص بك. تريد مساعدتهم. إذا كنت لا تصل إلى الأشخاص الذين تريد مساعدتهم فأنت بحاجة إلى إعادة التفكير في استراتيجية التسويقية. لكن كيف تبحث عن جمهورك المستهدف؟ حسناً، أولاً وقبل كل شيء تحتاج إلى معرفة من هو جمهورك المستهدف حتى يكون لديك فكرة عن المكان الذي يتسكعون فيه عادة. على سبيل المثال، إذا كنت تستهدف جيل الشباب، فمن المحتمل أن تجدهم على منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، وإنستجرام، وسنابشات، وريدت، وتيك توك، وما إلى ذلك. لكن إذا كنت تستهدف الجيل الأكبر سناً، فقد يكونون في مكان آخر يمكن أن يكونوا على فيسبوك أو على بنتي ريست أو المنتديات وما إلى ذلك. بمجرد تحديد المكان الذي يتواجد فيه جمهورك بشكل أساسي، تحتاج إلى إيجاد طرق للوصول إليهم ووضع المحتوى الخاص بك أمامهم. كيف تجني المال؟ عندما تزيد جمهور البودكاست الخاص بك إلى رقم محترم لنقل من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف، فقد تبدأ الآن في التفكير في تحقيق الدخل، فيما يلي بعض من أفضل خيارات تحقيق الدخل من البودكاست التي يمكنك تنفيذها. أولاً، الدهاية والإعلان. هناك شبكات إعلانية محددة للبودكاست ستوصلك بالمعلنين. ها هي القائمة ميدرول وأنتي تيك شاوس. سأترك لك هذه القوائم في أول تعليق أسفل هذا الفيديو. للانضمام إليهم والحصول على إعلانات أنت بحاجة إلى جمهور لا يقل عن خمسة آلاف في الشهر. طبعاً، هذا هو الموقع الأول. كما ترى، يمكنك أن تعتمد عليه في نشر محتوىك أو المساعدة في إعلان أو وضع شبكة إعلانية للبودكاست. والثانية ها هي، كما ترى، سأترك عليك أسفل هذا الفيديو. العديد من شركات استضافة البودكاست لديها أيضاً شبكة إعلانية خاصة بها. يمكنك الانضمام إليهم إذا كانوا يناسبوك. ثاني شيء، التسويق بالعمولة. قم بالترويج للمنتجات أو الخدمات المتخصصة الأخرى على البودكاست الخاص بك وكسب عمولات على كل عملية شراء تتم من جهودك. أنشئ موضع إعلان في البودكاست الخاص بك للترويج لعروض الشركات التابعة أو دمج المنتجات المذكورة بشكل طبيعي في البودكاست. لتحديث أن البيع قد أتى من ترويج البودكاست الخاص بك، أطلب من المستخدمين استخدام رمز القسيمة المحدد الخاص بك عند الخروج الذي ستتلقاه من صانع المنتج الأصلي. ثالثاً، الدورات. ينشئ العديد من منشئي البودكاست المشهورين دوراتهم الخاصة عبر الإنترنت للتدريس المتعمق حول الموضوع الذي يتحدثون عنه في البودكاست الخاص بهم. يمكنك الترويج للدورة التدريبية الخاصة بك عبر الإنترنت على البودكاست وكسب المال عندما يقوم الأشخاص بالتسجيل. رابعاً، الخدمات. قدم خبرتك في مجال تخصصك كخدمة لمساعدة الآخرين على تحقيق أهدافهم مقابل رسوم. على سبيل المثال، إذا كنت مدوناً خبيراً وقمت بتشغيل بودكاست على المدونات، فيمكنك مساعدة مستمع البودكاست في إنشاء مدوناتهم الخاصة مقابل رسوم. خامساً محتوى متميز، يمكن أن يكون المحتوى المتميز أي شيء تريده، يمكنك أن تكون مبدعاً مع هذا قدر الإمكان. فيما يلي بعض الطرق الشائعة التي يستخدمها مشغل البودكاست المشهورون لتقديم محتوى متميز، مقابلات متعمقة مع الخبراء. يقومون بدعوة شخصيات، خبراء، مهندسين، مصممين، ويقومون بعرض مقابلة معهم، تحاور، أحياناً يكونوا بالصوت وأحياناً يكونوا مصحوباً بفيديو، يعني صورة، أو أشرطة فيديو بودكاست، أو بودكاست بدون إعلانات وحلقات حية. إذا تبعت ما شرحناه، تأكد أنك ستحقق النجاح في قناتك أو في محتوىك فيما يخص مجال البودكاست. إن أعجبكم هذا الموضوع، اضغطوا على زر اللايك، اشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم الجديد دائماً من قناتكم. فهم الفكرة، لا تحرمون تعليقاتكم، فهيتهمنا كثيراً. تفاعلوا مع الفيديو، وحاولوا نشره حتى تعمى الفائدة. ترقبوا الجديد دائماً مع فهم الفكرة، المصدر الأول في اليوتيوب، والخبرة بين يديك.